تحياتنا لكم متابعينا ومشاهدينا من قناة الأخبار معكم حسين هيشي محلقة جديدة ومباشرة من برنامج اسأل الخبراء معاوضين عندي لنطلع نحن وياكم كل نهار تنين ولكن استثنائيا هيدا الأسبوع طلعنا نهار التلاتة اليوم آخر حلقة من برنامج اسأل الخبراء بسنة الـ 2023 ونكملين نحن وياكم إن شاء الله بإزم الله آخر حلقة ختموها مسك مع الأستاذ علي دهيني وموضوع في غاية الأهمية هذا الموضوع اللي دائما نشيغل بال الكل يعني هو من الأساسيات مش من كماليات يعني الواحد يمكن فيه تخلى عن بعض الأشياء الكمالية بس ما فيه تخلى يمكن عن السكن يعني أو بدي يستأجر أو بدي يشتري بات فبالتالي السكن إن كانوا بأمريكا ولا بأي مكان أنتم موجودين فيه يعتبر من أساسيات الحياة فبلا نتحدث اليوم عن موضوع في غاية الأهمية إذا حدا عم يفكر يشتري بات بال 2024 شو لازم تعملوا هلا وكيف تستعدوا شو وضع الفائدي على قروض العقارية هالي يترى بالضلية مرتفعة بدأتنزل تطلع شو السيرة لأنه كان فيه كتير حكا عم يحكي عنه بال 2024 مفروض إنه تنزل الفائدي هالي يترى هذه الحكة مظبوطة أه ولا لا قدش إذا نزدت رح تنزل أيضا شو وضع السوق العقاري وأسعار البيوت بشكل عام وأيضا أهمية الموسم الضرائب أو التعبية على الضرائب والفرق بين بشتغل W9 و W2 وشبتكن أنتوا ضرائب وتفرجوا إنكم إذا حابين تشتروا بيت بشكل عام فموضوع في غاية الأهمية الحلقة طوالها بشكل مباشر مثل ما أنا وعدتكن لحتى أي سؤال عنكم إياه بطريقة مباشرة فيكم تتواصلوا مع الأستاذ علي دهيني فاستفيدوا من أن الحلقة مباشر تفاعلوا معنا عملوا لايك للحلقة عملوا تاج الأشخاص تانين لحضروا وعملوا لا شهر خلي العالم تستفيد من هذه المعلومات وأي سؤال عنكم إياه هذه هي فرصتكم في بعض منكم بعطلنا أسئلة على إنستجرام إن شاء الله رح نسأله هذه فرصتكم لحتى تسألوا أي سؤال أنا رح خصص وقت لألكون ونعطيكم الوقت الكافي لحتى تستفيدوا من وجود الأستاذ علي معنا بهذه الحلقة لأي سؤال عنكم إياه بحول يتشكل سبانسر تبع هذا البرنامج كولمن فرنيتشور سيري وطاوب مورجج كومبني وخلني رح حبي ضيفي الأستاذ علي دهيني كيفك؟ أنا مسأل خير شو أخبارك أستاذنا؟ الحمد لله ماشي الحال؟ الحمد لله كل شي تمام؟ الحمد لله ينعهد عليك العام وانتو بخير أنت بخير أنت بخير يعني هو مش معايدين ما في عيد ما في عيد كتاب بحكي أنا وياك قبل ما نبلش بالحلقة أنه ممكن هذي أول سنة ما حطينا شجرة ما جبنا هدايا للولاد ما احتفلنا مع إخواننا يعني فهمين كيف بهذا الموضوع ولكن ما فيك يعني لأنه أصلا ما قلق نفس كما بيقولوا أستاذ علي كاميرا لقلك ترحب فيون قبل ما نبلش نحنا وياك بهذه الحلقة المهمة جدا صراحة مسأل خير للجميع عاليد هيني من طاف موركيج حبينا نحكي وآخر شي بنقول لك العام وانتم بخير للجميع وإن شاء الله سنة يجي بتكون سنة خير عليكم وعلى الجميع إن شاء الله وبالسلام إن شاء الله وأي سؤال حابين تسألوه إن شاء الله سألوه هلأ حتى نقدر نجوكم عليه طيب أستاذ علي خذي نسلق معتلون هذه الشغلة بنتحدث عن أكتر من النقطة أنا وياك صحي بس خلينا نفوت بأول نقطة يعني دغري أكيد أي سؤال عنكم يا أنا عم برئب التعليقات وبتعرفوني أنا بحب التعليقات وبحب الأسئلة وهيك شغلات فرح خصص قد ما فيني وقت لألكون محمد أهلا وسهلا سام أهلا وسهلا يشام مالك كل اللي عم يسلم علينا أهلا وسهلا فيكم بموضوع البيوت بتحس العالم يعني كتير نطرين مش شوي يعني فهمين كيف نطرين الفرج نطرين تنزل أسعار البيوت في منهم يمكن فقدوا الأمل أن تنزل أسعار البيوت هلأ صاروا نطرين تنزل الفائدة على القروض فهمين كيف نطر شو يعني هدا الشتغل مظبوط اللي نطر يعني هلأ اللي بدي يشتري أنا برأيي اللي أنا عم بعض أكيد رأيي الشخصي عم بعطيه أنا رأيي الشخصي بالنسبة للتحليلات اللي أنا عم شوفها من الاقتصاديين وأنا بحط رأيي الخاص به على الموضوع وتقريباً عم بيكون مظبوط ببعض الأوقات مش لأنه نحنا وخاصة بمجال شغلنا يعني أنا ما بدي أحكي لأنه بدي إياكم تشتروا أو ما بدي إياكم تشتروا هالشغلات أنا عم بحكيكم بصدق كشخص أنا موجود يعني مثل أي شخص بنصحه مثل إذا أنا اشتريت بيت مثلا هديك السنة أو الأشخاص اللي حابين يشتروا بيت اللي نحنا شايفينه هلا بالنسبة للإنترس ريت لما نزلت الفيدي توقعنا أنه لما طلعت الفيدي توقعنا أنه يصور فيه تصليح بالبيوت يعني تحفف شغل صحاب البيت يصوروا ينزلوا من الأسعار ما لقينيها كتير هالشي يعني أوكي اللي صار أنه بدل ما يكون فيه عشرة أفرز على البيت لأنه أكيد الأطراء الشرائية نزلت يعني فيه ناس كتير كانت تقدر تشتري بيت لما كانت الإنترس ريت 3% هلأ لما طلعت إلى 8% طلعت الدفع ببعض الأوقات 1500 دولار سوأثر كتير على الأدرة الشرائية اللي كان يقدر يشتري بيت من 18 شهر مثلا 400 ألف الإنكم اللي إليك لازم يكون 60 ألف هلأ لازم يكون 100 ألف لتقدر تشتري بيت بـ 400 ألف أو أكدر أكيد حسب شفي عنده هالشغلات سوهدي الشغلات اللي نحنا شفناها سؤالة الإدرة الشرائية تبع العالم صحيح سو البيينج بيسموها الإدرة الشرائية سوالي إذا عطاشتك سوهي الإدرة الشرائية اللي نحنا صارت أنه أثرت كتير على ناس أنه تقدر تشتري وفي كتير ناس قالت أنه دفع كتير عالية ما بقدر يشتري ما قدرت بستأجر فترة وبنتر الإنترس ريت لحتى تنزل لأنه كلها متوقعين أنه تنزل عم ينحكى بالـ 2024 بدا تنزل مثل ما أنتو عم تسمعوا لأنه التضخم حالة التضخم هل الأسعار نزلت بالنسبة لأسعار التاني أسعار السلع اللي عم تنحكى فيها شو عم يحكي الاحتياط الفيدرالي أنه نزلت يعني عم بيقولوا ما نزلت الأسعار بشغلات كتير يعني ما صار في تصحيح مثل ما هو بدن ولأين لاحظنا هالشي بالنسبة لها البيوت طيب خليني أخذها وحدة وحدة معك استاذ علي بما يتعلق بموضوع البيوت بشكل عام هلأ حاليا بالوقت نحن هلأ خلنحكي عن الحاضر هلأ شو وضع البيوت هلأ حاليا عم تنباع ما عم تنباع في نزلوا المبيعات طلعوا المبيعات نزلوا أسعار طلعوا الأسعار شو وضع البيوت بشكل عام هلأ عادة هو استاذ حسين بالوقت العادي والغير عادي هو هيد الفترة من شهر 11 لأخر أول السنة دايما هو بيخف صحي يعني أنه الناس مشغولة بالأعياد أنه بتقل لك العطل يعني ما حدا يعني اللي بدي يشتري مضطر يشتري خلينا نوصل بيها الفترة بيها الفترة أو بيقلك أنه إذا لقى البات اللي هو بالمنطق اللي بتعيش وعجبه وبتنزل على الماركت بتلاقي عم بيحط أفرس في كتير ناس بدي تشتري في كتير ناس وقفة على السايد لاين نحن من أولى أنه لحتى تشتري ناطرين هلأ ناطرين الانترس ريت وبيقلك ناطرين البيوت يمكن ما في بيوت كتيري أستاذ أحرين يعني من الشغلات اللي ما عم بيكون في عرض كتير يعني ما عم بيكون في بيوت كتير عم تنزل على الماركت لحتى الناس تروح تحط أفر أو شي عشان هيك بينطروا أول شي لأول السنة وبذات الوقت بينطروا للفايدي تنزل أكيد في ناس بتنطر للفايدي في ناس بتنطر لتعبي دريب يعني حسب وضعك الواحد يا هذه اللي بنا نفصلها نحن خاصة بما يتعلق بالدريب طب واحدة من النقاط الأستاذ علي العالم كانت عم بتفكر فيها بالنسبة للـ 2024 دايماً كانوا عم بيقولوا 2022 رح يقعوا لبيوت 2023 رح يقعوا لبيوت هلأ قالوا 2024 رح تقع لبيوت بس بشكل سريع يعني فيه وقع على البيوت حسب من بي أكيد ما حالة بتوقع على المستقبل بس فيه وقع على البيوت حسن ما نبين أكيد أستاذ حسن هو اللي بناكشف عرضه طلب يعني الطلب اللي عم يشوفه بالنسبة للبيوت ما بتوقع انه حيصير فيه نزول للبيوت هلأ خلينا نحكي مثل ألفا اللي كان هون 2008 اللي متوقع تنزل مثل 2008 معاش تنزل يعني هذي صار مش حتنزل بالألفاً بتصير إذا بدي يصير فيه نزول بالبيوت إذا خف الطلب إذا صار فيه شيء عم بحكي بالنسبة للشغل يعني إذا صار فيه الانمployment الناس بطلت يشتغل بدون تدفع دفعاتها وصار فيه كتير بيوت بالسوق منشوف ساعتها في نزول بس الشغل اللي عم نشوفها نحنا وعم نلاحظها أنه حتى الشرك الكبار عم يشتروا البيوت يعني الشرك من والستريت وهيدي شغلات انتو عم تشوفوها بالأخبار أنه عم يشتروا البيوت ببعض المناطق لحتى يأجروها يعني لحتى هني يعملوا كنترول لحتى الأجار يعني هدي الشغلة الريل استيت إنه بيشتروا بيكونوا مدبرين المستأجر بيشتروا للبيت كاش من خلال حدا يعني هني عندهم ربريزنتف بكل مناطق اللي بدون إياها وهذا بيكونوا مدبر يعني الريل استيت إيجنت بيكونوا مدبر مستأجر دوري بيشتروا البيت وبيأشروا كير حلو فهذا الطلب الموجود على البيوت ما حيكون يأثر على البيوت لتنزل عشان هيك الشغلي لحتى تنزل لبيوت لنشوفها متل ما صاري تقبل لا بيصير فيه تصحيح لانه اذا صاحب البيت عم يعرض بيته مثلا حقه 250 الف وعم يعرضه ب300 لا ما حينبع ب300 حيرجع ينزل للمتان وخمسين الف لانه هلقدي سعره او 260 حسب اذا فيه طلب عليه للبيت ولا لا تمام اكيدي تحياتنا الكل عم يتابعنا الكل عم يحضرنا بدي سيبكم العين اسم الله عليكم شكرا لكل واحد عم يحضرنا لكل واحد عم يتابعنا ديما بالبيض والوجه صراحة خلني راح فيكن جميعا هشام اهلا وسهلا شايمة اهلا وسهلا بيئ اهلا وسهلا منور سام يعقوب عن بيقول اي سيسام بانكس اوفرن 5.5% راح نجواب على هدا السؤال بعد ما ااخد شوية اسئلة من عنكن سام سام السؤال تابع انه هل يترى الانترست ريت او رفئد الاكور العقلية راح تنزل للمتان واربع عشرين هلا راح حكينا وعليا هدا الموضوع زينب بري اهلا وسهلا حبيب يسعد مساكي شايمة حسن ممكن تشرح لنا شو هو الريفيننسي كيف لنا نعمل ريفيننسي فيك جو بشكل سريع علي اذا ردك يعني خلني ااخد سؤال سؤال منه ريفيننسي شايمة هو عبارة عن اعادة تمويل لان انتو عم بتكون عم تاخدوا الكرد الكرد اللي عنكن بتعملوا اعادة تمويل للكرد وبتوتو الفيدي اذا كانت الفيدي اللي قالكن انه بكن تشوفوا قديش الفيدي وقديش التوفير عنكن مش لانه نزلت الفيدي معناتها حتنزل الدفع سنتبهوا من هالموضوع شوفوا قديش الدفع هتنزل وشوفوا قديش الكلوزن كاست يعني اعادة التمويل في عنكن التكاليف او تشارجز هادي التكاليف اللي قالكن ما تكون عالية كتير ما تعدوا تشتروا الفيدي تشتروا بوينتز لحتى توطوا الفيدي شوفوا قديش الفيدي حطوطة وفيكن تعملوا اعادة تمويل قد ما بدكن يعني اذا عملتوها هلا هلا فيه ناس حتقول ما قليل سنتين او ثلاثة سنين انا عم بدفع الدفعات فيكنوا تجيبوا قرد سبعة وعشرين خمسة وعشرين اربعة وعشرين مش دروري يكون ثلاثين سنة يعني هادي من الشغلات اللي نحنا دايما بس بنا نعمل الريفايننس او عالية تمويل ومناخد يعني بالاعتبار كل هالشغلات ومنشوف اي شي مناسب للكن ومنعمل ريفايننس مش بنا نعمل ريفايننس لانه وطيت الفيدي وما حيكون فيه افادي للكن تمام يعني هو الريفايننس بشكل عام يعني فيه له اكتر من سبب او بدك تنزل الانترست او اذا معك كوسينر بدك تشيل الكوسينر في بعض الاحيان بدك ايك او شو بعد فيه او بدك تشيل البي اماي بدك تشيل البي اماي في امرار بدك تسحب كاش بدك تصلح البيت او بتفتح فقاله اكتر من سبب هو الريفايننس يعني حصل انت شو هدفك من الريفايننس يعني صحيح شو اللي بدك ايه رامي عم يسأل اللي بدك عنده بيت وبدو يعمل ريفايننس دايما بقت تطلع اسفضل علي اسفضل اه يعني رامي هيدا السؤال عم يسأل انه مزبوط هيدا الشغل اللي احنا بدك تنتبه لها بدك تشوف ليش بدك تعمل الريفايننس وشو السبب دايما بس بدك تتصل فينا نحنا مش عم بنقلك يلا بتعمل الريفايننس جوب لي هاك هاك ومش الحال لأ بدك نشوف الاركام بدك شوف السبب اللي عم تعمل الريفايننس وبدك نحاول نشوف اذا فيه بنافت يعني فيه شي يساعدك بهالموضوع لحتى نعملك يعني مش كنه انه خلص نزلت الدفع اللي اليك خمسين دولار بس هيكلفك اربع تلاف دولار لا ما هنعمل هالموضوع بنا نشوف التفاصيل بساعدك مناسب للك ومنساوي الموضوع يعني حتى ببسطة احنا وعلي يعني بلا تساق انت اخدت القارة تبعك لما كانت الانترست راتي تلاتي بالمية هلا اذا بك تعمل الريفايننس الانترست تقريبا ستة اذا بك توطي دفعه ما هتوطي مش هتوطي دفعه بس اذا بتسحب كاشاو مثلا نحنا اللي عم ننصح اللي عنده فيدي واتي عم نحاول ناخد لونتين يعني الساكن لونتين اوكي سو هادي الشغل اللي انا بنصحها برجع بقلكم يعني نحنا لما عم نحكي عم نحكي مع كل شخص غير عن التاني لانه كل شخص بيفرق عن التاني لحتى يشوف شونه رشيد عم يقول بدنا معلومات مفصلة عن القروض بدون فائدة او الايجار للتمليك مثل رانت تو اون بتحب تجاوب على هذا السؤال هلأ او انتركوا لبعدين رشيد في جاوبك يعني انت عم تحكي الكارد الحلال لون او بدون الريفا بدون انترست وهذا الكارد دايما موجود اي شخص حابب بس لحتى تقدر تشتري البيت لازم يكون عندك نفس المعلومات اللي هي اي شخص بد يشتري لازم يكون عندك الدخل لازم يكون عندك الكريدت ولازم يكون عندك الانكم او الدفعة الاولى لانت تشتري هذا الكارد هو عادة الكارد بدون فائدة يعني انه نحنا بنعملك الحسابات كلها على اساس المرابحة او لاساس الاجار او على اساس المشاركة يعني الشركة اللي بدأت تعطيك الكارد بتحط البيت بتشاركك وبتقل لك قديش الدفعة لازم تكون اكيد موجود عندنا نحنا بنقدر نسارك بالموضوع تفاصيله اكتر خلينا نحكي اذا حابب اشرح لك التفاصيل اتصل فيي وانا بشرح لك اياه بالموضوع تمام اكيلي اكتبوا لنا اسئلتكم بمربع التعليقات رحكمل باسئلتكم شوي انا لانه هناك كمية كبيرة من الاسئلة وانا وعدكن انه خصص وقت لاسئلتكم وهو البرنامج معمول لحتى انتو تسألوا اسئلتكم وانا بحاول اسأل اسئلة انتو بتبعتولي اياها بشكل عام بس بدي نتمنى منكن كل الموجودين ال 471 عبي حضرونا هلا لايف يعني اتليست عشرة بالمية منكن يعملوا لاش تضحكت يعملوا شير للايف اذا ممكن او اتليست تعملوا تاج لحدة تاني يعملوا لايك لهيدا الفيديو دايما انتفاعلوا معنا حتى نوصل هيدا المحتوى والمعلومات بشكل كبير لابناء الجالي الموجودين في وقت متاحة الامريكية استاذ علي محمود عم يسألك اي افضل ال FHA loan ولا الconventional loan بالنسبة لشخص عم يشتري بات لأول مرة الصراحة دايما هو ال traditional هو الconventional اللي هو انت بتحط 3 بالمية اذا بيمشي حالك الconventional عنده شغلات احسى من ال FHA و ال FHA عنده شغلات منيحة يعني اتنيناتهم هني اتنيناتهم loans كتير منتازة بالنسبة لل FHA الانترسيت اقل بس ال FHA عنده سلبية واحدة او سلبيتان انه هي ال PMI اللي الك اذا كان سكور اللي الك واطي ال FHA احسى بس اذا كان عالي الconventional احسى لانه ال PMI اللي عندك لل FHA هي خلاص معروفة نصب يعني 0.55 من الدفعة او بالنسبة لها بتدفع 1.75 بالمية يعني almost 2 بالمية بيزيدوها على الكارد دايما ال FHA لون عندك هادي 2 بالمية اللي بيزيدوها على الكارد انت ما بتدفع اول يعني على لكلوزنج بيزيدوها على اللون هادي الشغلة السلبية بيافد شي بس اذا كان الكارد سكور اللي الك 580 او 600 او شي الافد شي احسى من الكارد الconventional بس اذا كان الكارد سكور اعلى بنصحك بالconventional لانه ال PMI بتعتمد على الكارد سكور اللي الي الك بتكون اكل فيك تروح 3 بالمية داون والكلوزنج بيكون اكل تمام اه ميمي عم تقول نفسي وامني الحياتي وشغل في روحي ان اشتري بات بس هلا الحلم تحطم بعد اصابتي بجلطة بدماغ وفقت شغلي بس انا بحسك احسن واحد من لما طلعت السوشال ميديا لانك بتساعد الناس من قلبك الله وفقك مزيد من النجاح وحلا وصهلا بضيفك الكريم الله خلاه سلامتك 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 ان شاء الله على سلامي يا رب وان شاء الله بترجاع صحتك احلى واحلى وان شاء الله يا رب بترجعَ إلى شغرك و بتقدرicleحلميةشتري بالت و .. يا رب يا رب System Ali في كمية اسئلة كبيرة كملوا بكتابة اسئلتكن المتابعينا راح نرجع查 أسئلتكم رح خصص لوقت أكتر وأكتر بس أسئلتي رح تكون ضمن أسئلتكم وإن شاء الله رح أخذ أسئلة كتير منكم اليوم مش شوية بالنسبة للفائدة لأن كتير أسئلة عم تيجي عن الفائدة استاذ علي وكتير عالم يعني بدهم مثل أكتر من شخص كتب أنه أنا اشتريت هذه السنة الفائدة تبعي 6.65 هالي طولة بدأت تنزل الفائدة شفنا يعني الاحتياط الفيدرالي عمل مثل PAUSE وهي دي الباز خلت أنه الانترست تنزل بحدود الستة 6.1 يعني تقريباً لما وصلت الـ 8.5 للستة يعني هذي 2% تقريباً صحيح هل هذي التراند يعني قصة أنه الفائدة على القروض أو الانترست أنه عم تنزل بدأت تكمل بالـ 2024 شو التوقعات لأين بدأت توصل التوقعات إنه بدأت تنزل عم بيقولوا بدأت تنزل بالـ 2024 هلأ عمين حكى بس خلينا نكون واضحين قصة الاحتياط الفيدرالي الفائدة تبعات الاحتياط الفيدرال اللي هو عم بيقولها هي ما إلا علاقة بالمورجج بس هي عم بتكون مساوات معه هلأ السبب إنه إذا كانت عم بيأثر على الفائدة تطلع المورجج تطلع ولا تنزل بس هلأ اللي شفناه إنه ما نزلت الانترست عمل لها باز بس الفائدة نزلت تبعات المورجج السبب إنه نزلت لأنه البنوكي يعني أنا اللي بيرأي إنه البنوكي عم بيحاولوا لأنه هي إلا علاقة بالبنك إلا علاقة بالمورجج اللي هي شرك المورجج اللي بيصير إنه هو بياخدوها النسبة مثلاً من الاحتياط الفيدرالي خلينا نقول 5% أو 4.5% بيرجعوا هني بيحط 3% عليها لحتى يحموا حالاً إذا فيه أي تضخم أو أي شيء بس هلأ لأنه الشغل خف وما فيه ناس عم تعمل وما فيه ناس كتير عم تشتري بيوت هو الشرك الكبيري أو البنك بيقلك تعرف شو خلينا ننزل الفيدر شوي لحتى نجيب وتجيب ناس لحتى تعمل وتشتري بيوت وساعتها بيزيد الشغل عندهم هادي من الشغلات اللي أنا شايفها بالنسبة للإنترست لأنه صلى فترة وأثرت على بنوكي وأثرت على شركة المورجج هادي شغلي بتساعد لحتى تنزل الفيدر بذات الوقت قصة التضخم وقصة الإيكانيمي وقصة شيء لأنه معظم الأمريكان أو بأمريكا عادة بيعتمدوا على بيوت لحتى يسحبوا مصاري يدفعوا الكريت كارد يجيبوا مصاري لحتى يقدر يحركوا يعني بدن يحركوا الاقتصاد بهالطريقة بيوتوا الفيدي لحتى الناس يسحب مصاري لحتى تبلش الشغل. سونا احنا شايفين انه التراند او متل ما نبين انه بده تكمل تنزل الفيدي بالعلى فيل عرب وعشرين بالعرب وعشرين عم ينحكى بأول الهادي في عشرة بالمية ما هو لك كيف بيحسبوها مثلا بيهلأ الاجتماع بقولوا عشرة بالمية هتنزل بالأكثر شيء. عشرة بالمية من ما هي هلأ. عشرة بالمية انه النسبة انه تنزل الفيدي بأول الاجتماع للإحتياط الفيدرالي مبعتين هتنزل بأول هتنزل بجون. بجون عم ينحكى تسعين بالمية انه تنزل بشهر ست. قداش تنزل تقريبا يعني توصل. ما حدا بيه. يا ربوع حسب يا نص. طب اسمعنا حكي انه يمكن توصل الخمسة بالمية؟ خمسة بالمية الفيدي ايه ممكن. 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 يعني هلأ صارت تقريبا وصلت فترة خمسة فاصلة تسعة خمسة فاصلة تمانية حسب لك ريت سكور اللي إلا. اه اوكي. يعني فيك تجيب بالخمسة. والله نقباد. اذا وصلت هيك يعني نقباد. صحيح. رجعت صارت يعني اوكي مش مثل ثلاثة بالمية بس. لا اكيد. بس مقرنة دم بثمانية وثمانية ونص. مفتوط يعني اي شيء استاذ احسان هو انت بتفكر يعني هلأ مثلا كل اللي اشتروا بات هديك السنة مثلا اللي كانت انترسيات سبعة بالمية. اتصلنا فيهن. وقالنالن هلأ جاهزين لعادة تمويل. ما بيكلفكن شيء متل ما وعدناكن. وعملنوا الريفايننس. ما كلفون شيء. حلو. عرفت علي كيف كانوا سبعة بالمية نزلنوهم للخمسة فاصلة مينة بالمية. اه والله عملتها هيدا. اعملتها. يعني اقلة توفير عم بيكون مئة وخمسين للمتين دولار. بالشهر. بالدفعة الشهرية. قادر تعملها هيدا الشغلة. اكيد. قديش بيكون الفترة لتعملها. عادة ستة شهر. ستة شهر. وإذا كانت بيستة شهر. يعني خلينا نقول فترة ستة شهر. عادة لش الستة شهر دايما بتنحكها. لأنه نحنا كشركة مورجج. وانا عم بحكيكن ايها بشفافية. عادة الشركة المورجج لما بيعملوا القرد عندهم ستة شهر. بيقلو لا مئة وثمانين يوم. إذا عمل ريفايننس. نحنا بندفع فانالتي. اه. رفتها ليكي. عشان هيك دايما اللي بنوكي. او المورجج كامبانيس. او الشخص. ما بيعملوا ريفايننس. مئة وثمانين يوم. حتى ما يدفع فانالتي. لهي الفانالتي اللي احنا عرفتها. كشفتن انت. مش. ما هو لك. عم بحكيك بيقصة شفافية صراحة. كشفتن انت للشبيب. بس هو عالة انت اي شخص في يعمل ريفايننس اي وقت. اي وقت بدك يا. بس. بدك تدر الشخص اللي عملته بتعملها مئة وثمانين يوم. عم بعطيون شغلي بكرة. طيب. انا بدي يتقم للتالي بيقوله يلا بدي عم ريفايننس. كنا عم نقرأ تقرير واكيدي انت متابع هايدي التقرير. انو الشعب الامريكي كله نانتر لتصير الانترسترات خمسة بالمئة. يعني تبينج بوينت لانه هي الخمسة بالمئة لحتى يرجعوا على الماركت. طيب انو ما في حركة هلأ اتفقنا. ولدس نزلت للخمسة بالمئة وهالشعب كله ينزل اللي يشتري ويبيع هل هدا بيساهم انو ينزل سعر البيت ولا يطلع سعر البيت؟ بدي يطلع. يطلع. متوقعين يطلع لسعر البيت. ايف؟ اه. انا من المتوقعين. والله. اللي حيصير الصراحة يعني انا اللي بيقلك اياها. اللي حيصير اللي بيشتري من شهر 11 لشهر 2 حيزموت. حيطلع متل الايام كورونا. اه. قبل كورونا الاولي. اشتريت قبل كورونا ويصير بعد ما يصير كورونا. والله هايك؟ هايك هاي يصير. اذا نزلت الفايدة. اذا بقيت متل ما هي هلأ يعني. يعني الصراحة الفايدة نزلت واحد بالمئة تقريبا ولحظنا الفرق الناس بدأت تشتريه وعم تنزل وبدأت تشتريه وبدأت تتفتش. وانا برجع بيقولك هي هالجمعة بس. الجمعة بس تخلص قصة الاعياد وما الاعياد والناس مالتهيه. اول السنة بيرجع 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 ويرجع بيرجع بيرجع بيرجعو على البيوت. وزا صاحب البيت أكيد يعني حسب قديش فيه الطلبة عالبjoة وقديش فيه عارض عالبيوت هو هادا اللي حيار site. يعني أنتي ما فيك تبيع بيتك يعني أنا دايما اللي عم بأرنصاح اللي عنده 3% أو 2% وما مضطر يبيع بيته لش بردي يبيعه hagaجره. وياخد بيهت تاني. وفيك تياخد 3% أو 5% مجانور تدفع 20% حلو. على سيرة الاجار قاسم بيدون ع��� repo Reads يعني هلا اوكي متوكع الافرج عم يطلع يعني ما في شي عم يطلع وعم نشوفه عم يرجع ينزل يعني اي اسعار عم نشوفه من اي شي يعني اي روحوا على مثلا كاسكو روحوا على سامزكلاب روحوا على شوفوا الشغلات اللي كنا نشتريها قداش قبل وهلا قداش معقولي ترجع تنزل اللي خاصة الشرك الكبار اللي عم يعمل مصاري هلا بيقلك والمضاعة اللي هي عم يعمله كل شي غلي باعتقد هدا صارت النيو نورمال طيب خيني اخد اسئلة منكم استمرين احنا وياكم اكيدي بالحلقة هايدي اللايف والمباشرة اكيدي ايا سؤال عين كون يكتبو لنا اياه بمربع التعليقات بدي اتشكر كل واحد عم يعمل شير للحلقة اكيدي اذا ما عمل شير بعض عملوا شير للحلقة عملوا تاج لاشخاص تانيين اللي حتي يحضرونا والاهم من هيك انه تأكدوا انه انتوا عاملين متابعة على قناة شو الاخبر عملوا لايك وفولوا على فيسبوك انستجرام وتك تاك وعملوا سبسكرايب على يوتيوب والاكيدي المتابعة مجانية على كل صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي ما تخلوا الكمتر يبين عنكم بالصدف يتأكدوا انه انتم متابعين لحتى يصلكم اشعار انه طلعنا لايب او حطينا فيديو وعملنا برنامج طيب خاني اخد اسئلة عمر التجانع بيسألك انه عنده بيت باريزونا بيدفع مورجج بده بيت اكبر بشوي ممكن انه يلاقي بيت بنفس الانترس ونفس المورجج لا اذا نفس الانترس اذا كانت الانترس راتي 2% ما حتلاقي نفس المورجج بدك تلاقي هلأ شهوه هلأ بالسوق هذا سؤال كتير مهم عم ينسأل يعني اللي بد يبيع بيته بيقدرش يحول نفس القرد اللي كان عبيته ب2% و3% على بيت تاني هذا القرد على هذا البيت بدك تاخد بيت تاني بتاخد بالانترس راتي جديدة كتير حلو هباد بعكور اهلا وسهلا فيك عبدالجواد اهلا وسهلا المصطفى السلوادي عم بيقول نسبة الموافقة من البنوق قلت دقل علي دهيني نسبة الموافقة علي دهيني ارتفعت البنوق نزلت علي دهيني ارتفعت فيني احسان بن عم يعني سألك فيني اشتري بيت تاني على اسمي انتي اللي عملت له اللون على اول بيت استاذ احسان هو دايما فيك كل سنة اذا تخط 5% انا دايما بنصح كل 12 شهر فيك تشتري بيت يعني انو انتي اشتريت اول بيت وقلت بدك تقعد فيه لازم تقعد فيه 12 شهر بعد 12 شهر فيك تشتري بيت تاني 5% او 3% كتير منيح عم بيسألك جوزف كم تحدي البياني للجوزف في دي ريفاينانس بعد 6 موات اه حسب كل شركة حسب كل شركة اه حسب كل شركة اه اه حسب كل شركة احمد بيومي هل فيه تسهيلات لشخص بيت اشتري بيت اول مرة اكيد فيه تسهيلات دايما والانتروشيت اللي اللي لكن بيكون اقل وفي مساعدات عم يعطوها يعني حسب الشركة المورجج كامباني اللي هي عم ينحكها بعد شركة المورجج كامباني عم يعطو مساعدات وفي بتوصل للعشر تلافة والخمستاشر ألف ببعض الآوات حسب المناطق حسب الانكم بس يعني هذي الشغلات اللي تستفيدوا منها إذا كنت فرست تايم ولا مش فرست تايم هومباي تمام رشيد هل يجب أن يكون لديك كردت جيد لفينانس لا لازم يكون 580 حسب الكرد سكور اللي إليك بس أكيد بل تشوف إذا كنت سيضع اللي إليك كواتي هل يتعرف عم تهلي الاتفاق مو ملاد هل هذا مقالب بسلا أو مقالب بسلا؟ رعا نستغلب بسلا 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 بعم يعني بعض الصلاب اللي تأخذ اللي بده يابين طيب سام هل ستكون نمتزل على زرية وشتريطة عم يبيل عم؟ عريبا إذا شوف انتي بلاك راكز والشركة اللي كبير اللي انا عم يشتروا انت أنت انت ممتزل بالغير يعني انت اللي عم بتشوفه ببعض المناطق في ناس عم تشتري كاش بيوت انت عم بتقول من عم بتجيب الكاش من هو الشرك براهيم عم بيسالك FHA باير هل يتولى فيهم يعمل ريفينانس without any cost بالفرست 3 years is that true? نو هيدا اللي بيقلولك اياها بالنسبة لهالموضوع بالنسبة للأفاتشي مورجج في عندهم اسمه streamline ما بيحاجي للا إنكم ولا بيحاجي لأي شيء بس بدك انت بيوطولك الـ interest rate في عندك الـ upfront mortgage insurance اللي هي 2% اللي انت دفع لها بيرجعلك نسبة منها حسب قديش إلك بهات 3 سنين كتير مورجج كامبانيز و loan officers او اصحاب مورجج بيقلولك انه ابتعملها ببلاش عم بيبيعوك هي ما بتيخدها ببلاش عادة اللي بتعمل الـ refinance هو المورجج يعني احنا شركة المورجج إذا كان نسبوه نسبونا عادة النسبة اللي بيعطونا إياها البنك الربح اللي بيعطونا إياه نحنا بنساعد زبون لأنه زبوننا بدل ما نعمل مثلا 2% بنعمل 1% و بنعمله الـ refinance هحسابنا بهالموضوع هادي الشغل اللي نحنا بتفرع على أي مورجج كامباني اكيد اللي عم يسأل عن رقم الاستاذ علي هو 248-841-400 كتب عن شو هي الاوقات اللي انت بترد على التليفون هو السراحة لأقلكن الاوقات عادة أنا عم بكون بالمكتب من الساعة 9 الصبح للساعة 11 ومن الساعة 1 لساعة 6 تقريباً أو 5 بس بعض الاوقات بكون عندها اجتماع يعني لما بكون في شخص بقلب المكتب عادة مبرد على التليفون وبيخد ميسج هلأ دايما بس بكن تحكوا معي شخصياً خلوا الميسج انه انتوا بكن تحكي انا في ناس كتير بتتصل انا برجع بتتصل فيكن شخصياً يعني ان شاء قبل ما يخلص النهار بكون عم بيحكي مع كل شخص بيعط الميسج بس عادة خدوا موعد انه انه يتقل باك او موعد لناخد الطلب اللي لكم او شي تمام داني عم يسأل اذا عندك مكتب بنيو جيرزي ما عنده مكتب بنيو جيرزي بس فيه يساعدكم بنيو جيرزي يعني خليني اوضح مش ضروري عالي يكون عنده مكتب لحتى يقدر يساعدكم لانه كل الدوكومات وكل شي بدهوا اياه منكم فيهم ياخدونه منكم يعطوكم الموافقة ويساعدوكم بكل شي وحتى يعطوكم اللون بدون ما يكونوا موجودين بالفيزيك لي موجودين بالولاية اللي انتم موجودين فيها مزبوط استاذنا صحيح امي اهلا وسهلا فيك منورة بوجودك يحيى زعيطر اهلا وسهلا وقام هل ممكن تحويل القرد لشخص اخر بنفس قيمة المتبقي على القرد الاول عم تضحك ليه لانه سؤال كتير مهم هو عالة في بعض الكروض فيك تحولها حسب اذا بيقولوله اسومابول هايدي الكلمة اللي هي اسومابول يعني فيك تحولها اذا كان القرد اسومابول يعني اذا كان قيمة القرد فيك تحول القرد متل ما هو والانترش ريت عادة بهيك قرد لون هو موجود للأفاتشي ببعض الشرك المورجج كامباني بيقلولك فيك بس تسعة وتسعين بالمية من الأفاتشي مورجج فيك تحولها على القرد بس لازم يكون الشخص عنده الانكم عنده الكردت لا يقدر ياخد القرد عنك بنفس الانترش ريت يعني اي واحد عنده افاتشي لون بيقدر يعرضه حتى اذا بدي بيع البيت يقولهم انه انا عندي اسومابول لون وفيك تيخد الانترش ريت اثنان بالمية وهن يدفعوا الفرق سو هادي شغلة كتير بتفيد اذا احدا بدي بيع بيته عبدالرحمن عم يسألك شو الفرق بين هيلوك و لاينوف كردت نفس الشي بس الفرق بين لاينوف كردت انه انت متل الكردت كارد بتستعمله وبتدفعه الهيلوك بس تسحب اللون انه بتسحبه مرة واحدة سو ها الفرق تمام فاتن مصلي امتف نحكي شخصية مع الاستاذ علي يعني لقوات مناسبة قبل شو الاستاذ علي رجعي للحلقة فاتن ان شاء الله فيك تشوفيها خلينا نصيفنا وهي تحياتنا لقلك بشرة خليل اهلا وسهلا كنج كنج عم يسألك هل تنصحوا يبيع البيت هيد الفترة لانه بدوا يسافر برات البلد او تنصحوا يأجر لا مش هلأ لا ما تبيع هلأ بانطر لك شوي لتنزل الفيدي وصر تبيعوا اكتر اذا ودك تسافر برات البلد اجروا لحتى كنت حسب يعني اكيد المستأجر حسام علي عم يسألك اللي عامل بنكرابسي يعني مقاعدة نفلسه من اربع سنين امتا بيستطيع يعمل ريفينانس فيك تعمل امتا ما بدك عادة بعد سنتين بس كن عامل بنكرابسي فيك بعد سنتين انت تعمل ريفينانس هذا اذا كان القرد العادي تمام بس اذا ودك قرد تاني في بعض الكرود هي واحد بالمينة تمام وسنة واحدة حبيب عم تسألك تنصح للاستثمار بشراء شقة ولا بيت اذا الاستثمار انا الصراحة مضد الشقة لانه في عندك اسوسياشن فيه هايدي الاسوسياشن فيه بيقلل من الربح اللي انتو بكن تستفيدوا منه البيت هلا اكيد بكن تقولوا انه التلج ولا الحشيش ولا الميقنس فيكن فيه شرك تقدوا بتعملوا انتو عائد معه وهندي بيعملو لكم قص الحشيش ولا الميقنس طبعا عندي برابرتي مرة بشهر او مرتين بيكلف اقل بكتير من الاسوسياشن سو انا هاي اللي بنصحكم انا دايما مع البيت ضد الشقة اكيد احمد الشمري عم يسأل هل يوجد لديكم مكتب بكلورادو يا علي كلورادو ما عنا عنا الرخصة يعني احنا تقريبا عنا 14 ستيك ونقدر نساعدكم من كل الولايات اللي نحنا اخدين اللايسين فيها هايدي الرخصة اللي اخدينها هلا بكلورادو ما عنا مكتب اكيد المكتب هو عالتليفون او عادة في عنا عملها فايستايم يعني بوجود التليفون فينا نعمل اي طريقة يعني حتى فايستايم معي اذا بدك فايستايم ما عندي مشكلة هايدي الشغلة اللي نقول القصة بس المكتب كل ولاية اذا بدي يكون عنا مكتب بدي يكون عنا اشخاص يشتغلوا معنا بهالولايات عم نحاول ندبر اشخاص ليشتغلوا معنا ويكونوا هني مسؤولين عن اسم طاب مورجج بهالولايات بعدنا ما لاقينا بعد الولايات لاقينا اللي هني بفلوريدا اوهايو بمنسوتا بس الولايات التانية ان شاء الله قريبا بس يصير عنا من الكن بس الولايات اللي نحنا عنا رخص فيها هي نيوجيرزي بنسلفانيا اكيد كل شخص يعني بولايات فين يتصلوا فينا ونقدر نساعدكم لو كناش بمنسوتا عفا باي ولاية اللي للكم فينا نقدر نساعدكم عالتليفون ولا لايف نيوجيرزي بنسلفانيا لنا منسوتا ميشيغن اللونويز انديانا اوهايو فلوريدا كاليفونيا تكساس كالورادو ايوا وعنا اكيد باستن ماستوتشتس بنا اضل اولا بعد اي ولاية انديانا حكيتا سو هالولايات اللي عنا ايوهن نحنا تقريبا هنا اربع عشر ولاية اكيدي متل ما قال استاذ علي هاودي هن الولايات اللي في ساعتكم فيهم بس حتى لو يعني في كامم مكاتب يعني بفلوريدا بتمبا في مكتب بكليفلند باوهايو في مكتب في اوهايو في كليفلند ميشيغن في مكتب بعد مكتبين او مكتب واحد مكتب واحد بميشيغن هو في نورث وستن يعني بفارمنتل موجود المكتب بس قليل ما استعملوا بس اذا بدنا نشتمع بايي شغل بمنسوتا موجودين بمنسوتا موجود وبي احايو موجود وبيتارك موجود دعني اخد بعض سؤال قبل ما روح على البريك لان بعد البريك عم تسألوني كتير اسئلة عن حدا بيشتغل تن ناني ناين حدا بيشتغل دبل يوتو حدا بيشتغل اوبر انه كيف فيكن تعبوه هدا موضوعي انا بالقسم التاني ومعش معي كتير وقت فبردي نتعلي خلي اخد مش اخر سؤال بالحلقة بس اخر سؤال باول قسم الحلقة استمروا بكتابة اسئلتكن استمروا بتعليقاتكن ودونوي في سؤال شفته بردي اخدوه وينو السؤال راح السؤال لا لا اينه عبدالله حوراني عبي اسألك هاو لانجا اي كنلو في مي هاوس بفور بيشتغل كابتال غين تاكس افتر سيلي هو عادة في عدة طرق هدا سي بي اي الاسئلة للسي بي اي الصراحة بس انتي دايما بيقولوا انه مثلا معك اربع سنين او خمس سنين كير ما لا تدفعش بكابتال غين بس انا بعرف اذا بدك تبيعه للبيت وتحط نفس المصاري ببيت تاني عم تشتري لو بعتوا بعد سنة ما بتدفع كابتال غين اكيد هدا السؤال للسي بي اي او الاسئلة انا اسأل سي بي اي ريسنت لما كدت زم فرسيسكو سو النصيحة كان انه ما تبيعوا دغري انتول 12 شهر اجروا 12 شهر او شي وبعد 12 شهر بيعوا ساعتها بتقول انه هاو دي مصريات حطيتهم بالبيت اللي بعد هدا انا سألت واحد هلا لابا كنت بي سن فرسيسكو هو سي بي اي باي فلا انتي جوابت منظبوط انه انتول 12 شهر يعني فهمين كيف استاذ علي بدنا ناخد بريك دقيقة 60 ثانية يعني فهمين كيف مراح نطول عليك مراح نطول عليك بريك سريع جدا بس يعني حتى هيك انتو ترتاحوا نحنا نرتاح شوي بعد البريك بدا نحكي عن درايب موسم الدرايب الاشخاص اللي هني حابين يشتروا بيت هلا قبل 2024 شو لازم يعملوا لحتى يتأكدوا انه هني قادرين يشتروا بيت بال 2024 كانوا بيشتغلوا W9 ولا بيشتغلوا W2 كانوا بيشتغلوا وحطين حالهم W2 أو بيشتغلوا Uber أو Lyft او حيالله شي كم سنة تاكس سنة او سنتين او اكتر قداش الانكم اللي لازم يكوني عنكن اياه كل هايدي الاسئلة راح نسأله بالقسم الثاني من هايدي الحلقة ما تروحوا لبعيد دلوكم عم تحضرونا استفيدوا من هدا الوقت لا تعملوا like لصفحاتنا اذا ما نكونش عاملوا like break ونرح عندما يصبح قدر انه افضل افضل انه افضل افضل ولكن يمكنك أيضا تحضر ايضا بصفحاتنا 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 حابب تشتري بيت وعم بتدور عميني يساعدك؟ كنت عامل bankruptcy او عندك low credit score؟ جاي عالبلد جديد او دخلك محدود لا تفكر ولا تحتال لك المشكلة وإلها حال خصوصا مع خبير القروض العقارية علي دهيني خبرة ودقة ومزدائية وبالنهية ما بتلاقي إلا قردك معك ومفتاح بيتك بجيبتك top market company يجري مأوي اتشي نرجع لك بتبعيدنا ومشاهديننا في هذه الحلقة المباشرة من برنامج تسأل الخبراء مع انا حسين هاشم من قناة الأخبار وضيفنا على استاذ علي دهيني الخبير في القروض العقارية أكد الحلقة تعرف بشكل مباشر على قناتنا بإمكانكم دائما ترجعوا لهذه الحلقة تحضروه على وقتكم على فيسبوك وأيضا على يوتيوب وبالتالي فيكم تحضروه على التلفون على التابلت على الايباد على اللابتوب على التلفزيون وأطرحوا بادكم فيكم تحضروه هذه الحلقة أنتم مسافرين بالطيارة أنتم على الأرض أنتم بالقطار وأطرحوا بادكم هذه الحلقة دائما متوفرة anywhere anytime تمام؟ نكمل بالمرحلة الثانية من حلقتنا اليوم أي سؤال عنكم يكتبون بمربع طريقات عملوا تاجب أشخاص تنين عملوا شير الحلقة لحتى يقدروا يستفيدوا من المعلومات المقدمة موسم الضرائب رح تخلص السنة ونحن دائما بنعمل يعني لاتسة 2024 رح نعمل ضرائب 2023 اللي حابب يشتري يا بات على شو لازم ينتبه حتى يحدر حاله لموسم الضرائب هيدا بقوله أنا المليون دولار يعني هيدا السؤال اللي دايما بينسأل اي يلا بالنسبة للجيليو بالنسبة للخاصة اللي إله فترة الشغلات اللي هي عم بيكون عندها مشكلة للأشخاص اللي بدين يشتري بيوت أكيد في ناس كتير على المساعدات هيدا الشغلي بكون القرار اللي بيرجع لقالكم يعني في كتير ناس بيسألوني هل هيأثر على المساعدات إذا الإنكم اللي إلي طلع ولا نزل ولا هيك شلي هيدا الشغلات أنا ما في جواب كن عليها لأنه ما بعرف يعني بعرف أنا قداش القيمة اللي هي لازم يكون موجودة إذا عنكم مساعدات ولا لا بس أينو عادة لما بلك تشتري بيت أنا بعرف هي إنو عم تعم الدخل اللي إليك لازم يكون موجود إذا بدك يتفرجي دخل يعني خاصة إلي بدش يدفع دفع أولى كبيرة ثلاثة بالمية أو خمسة بالمية أو عشرة بالمية لازم يكون الإدرة الشرائية اللي إليك كل شخص بيفري عن التاني يعني قداش عندك دفعات على الكردت قداش عندك دفعة سيارة ولا عندك ههددفعات اللي على الكردت يعني مش الإنشورانس مش هالشغلات ما منيططلع فيها أي شي دفع على الكردت الكردت اللي إليك نحن بنحسب المنموم بايمنت بنحسبها مع دفعة البيت اللي إليك بس تجمع هوا الدفعات كلهم لازم يكون الانكم اللي إليك بالشهر خمسين بالمية من هوا الدفعات كلهم يعني خلينا نحسب إذا دفعتك أنت على أربعمائة ألف حتكون ثلاث تلاف دولار عندك دفعة سيارة أربعمائة دولار وعندك تقريبا دفعة تانية كراريكارد وصلت لأربعة تلاف دولار هوا الأربعة تلافة أو أربعة تلاف دولار لازم يكون الانكم اللي إليك 8000 دولار بالشهر لتقدر تشتري بات بأربعمائة ألف هادي القدرة الشرائية اللي بنحكي عنا لأنه الفايد هي أعلى بها الفترة ولما بدك تشتري بات الانكم اللي إليك بدي يكون عالي هلا بعض الأوقات بالفترة القديمة من سنتين أو تلاتة الانكم اللي إليك كان يفرق النص يعني لما بكنت تشتري بات يقلولي أنه ما كنت أربعمائة ألف ومفرجي بس هالأد أكيد من فترة غير هلا عشان هاك القدرة الشرائية نزلت هادي اللي أحكي اللي عم نحكي فيها لما بتعبي تاكسز هالسنة بنحكي فيها قطع طيب استاذ علي خانيني فوت فين واحدة واحدة أنا وإياك اللي بيشتغل 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 أو دبل يو ناين بيعبي تان ناين ناين أو كونتراكتر بيقولولو إليه أكثر جيج ووركر كونتراكتر أوبر لفت أوبر إيتس هاودي الشغلة يو واحدة بيشتغل شغل حر شغل حر بيسموه أعمال حرة هلني جيج ووركرز هني بيسموها طيب هاودي كنا دايما نسمع أنه بدهم سنتين تاكسز بدك سنة واحدة سنة واحدة هلا في كل شي دايما نستفيدوا من هالموضوع لأنه مش معروف قديش بيبقى هايدي الفرصة سنة واحدة سنة واحدة خليني أنا أحكي هلأ بالحاضر ركزوا معي لأنه هون كتير أسئلة مهمة هون كل الحلقة مهمة بس هون ركزوا معي شوي لأنه التعطور تسألوني هذه الأسئلة ستفقنا W9 أعمال حر سنة سنة واحدة سنة بنفس الشغل ولا لسه أنا هلأ بالألفين وثلاثة وعشرين أول ألفين وثلاثة وعشرين كنت عم بشتغل شاف بنص السنة ألبت شغلي أنا صرت سوق أوبر اي بس هيدا تان نين ديناين شغل حر دازم مارا ألبت شغلي ولا لا هو الشغل الحر انت عادة لما عم تشتغل بأوبر أوبر بتعطيك تان نين ديناين مزمن ولما عم تشتغل شاف عم يعطوك تان نين ديناين تمام لما عم تجمع هوت تان نين ديناين تنينيتهم عم بصوروا إنكم واحد آخر السنة خلينا نقول مئة ألف طيب بعادة بالشغل الحر انت فيك تعمل انه تكاليف مئة ألف مزمن يعني فيك تكتبهم كلهم انه تكاليف سيارة غاز إنشورنس يعني شغلات كتير بيبقى عندك الإنكم سفر أو بيمكى بيبقى عشرة ألف نحنا دايما بس نروع عند المحاسب عند الأكونتنت وأنا حكيت مع أشخاص كتير يقلولي مثلا يجي يقلولهم بدك ترجع لنا قد ما ممكن تاكسز ريفوند رجع لنا قد ما بدك تاكس بيجي السي بي اي بيشتغل على هالموضوع ما بتقولولهم إنه باكن تشتروا بيت لأنه لازم تقولولهم باكن تشتروا بيت ساعتها بيقلكون ما في يكتب لك هالقدي ما في يرجع لك تاكسز بدك تشوف أنت شو بدك هايدي الفترة اللي أنت عم بتفكروا فيها يا بدك برجع بالكن عن كنشة اثنانية يا بدك تضحي هايدي السنة تضحي اللي هي طيب على خيري بس إخدها وحدة وحدة لأنه كتير مهمة أنا عامل مئة ألف اللي أنت المسل اللي حكيت عنه سمين كيف بس أنا عاطت تسعين ألف أنت شو بتحسبلي بتحسبلي المئة ألف بتحسبلي النت أنت تحسب الصافة بعد طلب هايدي النقطة اللي بدي إياكم لأن تتبهوا عليها بالمورجج ما بيتطلع أنت قديش عامل خليني ألكم يوهم التكنيكل ترمز يعني قديش أنت الإجمال الدخل اللي أنت عامله ما رح يتطلعوا علي رح يتطلعوا قديش النت إنكم تبعكم الصافة الدخل اللي أنت عامله بعد ما شلت الاكسبنس فمش تجري تعمل تاكسز بمئة ألف وتعمل تسعين ألف ضل عندك نت برافت عشر طلبك تشتري فيهم باب ما رح يشتروا لك باب ما هو صحيح نحن عم نحكي بالكارد اللي بدك تفرجي دخل هلأ فيه بروجرامات تاني أنا فيه برامج تاني بس عم نحكي بالبرامج العادية اللي هي عادة أي واحد اللي عم بيحط ثلاثة بالمية دون واللي عم بيحط خمسة بالمية دون أو حتى عشرين بالمية فيه بروجرامات بتفرق بس أنت إذا بك تاخد تستفيد من الفاديو بدك تفرج الدخل هذي البروغرامات عم نحكي فيها بالنسبة للإنكم عفوا نستاذ عشر لا بالعكس بالعكس عادة السي بي اي في عنده شغلات اللي هي بيقولولها دي بريشيياشن نظبط هيدا منقل له نحن الربح الصامت هيدا فينا نستعمله دخل حلو يعني أنتو ليش بس أقول أنا أحكم على السي بي أحكم على المحاسب وخلي المحاسب يحكي مع اللون آفس ويحكم مع المورج وهن اتنينيتهم بنسق ساعتها الأكاونتنت أو المحاسب بيقلك نحن لازم نفرجي هالأد دخل لتقدر تشتري بات بهالأد انت بتكون أكيد عارف المنطقة لتشتري قديش منك تشتري وبتعبي دريبة على هالأساس تمام هذي نقطة كتير مهمة خليق جاعدة لأنه كتير مهمة ما عم تعملوها صراحة وعشان هيك عملنا هذي الحلقة هلأ لحتى تنتبهوه قبل ما تروحوا لعند المحاسبين إذا نويين تشتروا بات لما تروحوا لعند المحاسب إن شاء الله أكاونتنج إن شاء الله إن شاء الله سي بي اي بكون تقولولوه قبل ما يبلش يعمل النومبرز أنا بدي أشتري بات تفهمين كيف والأفضل إذا ممكن أنه أنتوا تقولولو أنا عم بشتغل مع خبير القروض العقارية كذا المورجج لون أفصر كذا لاتسأل عم بشتغل مع علي بتقولو أنا عم بشتغل مع علي دهينة ساعتا هو بيحكي مع علي بيقلو فوركزمبل قديش تقريبا بدنا نحنا يعني يكون نفرجي ساعتا هو بيعملو الأرقام للمحاسب والمحاسب هو يعني هو قانونيا ما فينا نقلكن بس ظابط أكيد بس أنت بالنهاية هي شي بيرجع لقلكن بس أنا نحنا بنحكي نحنا والمحاسب والمحاسب بيقلك لحتى توصل هالأدي لازم يكون الدخل بيعني حسابات وإنت بالنهاية لصاحب القرار يعني مش نحنا لصحاب القرار بالنسبة للموضوع هلا أكيد هادي الشغلة بالنسبة للي بشتغل شغل حر قسيت السؤال أنت W2 بدك تقول لا لا مش W2 بعد ما وصلتش للW2 ولك وين نطلع ع رزقك معي أنا أستاذ عالك والله الأسئلة بعدك نطلع ع رزقك بالنسبة للتنى لا بدي دالب يدالب التنى لأنه كتير مهم قصة التنى ايه تذكرناها بموضوع الانكم دايما بنسأل أنه قديش لازم أنا يكون عم بعمل لأشتري بات هل يا ترى في رقم محدد لأشتري بات ولا هو بيعتمد قديش حقه البيت بك تشتريه صحيح برجع بإلك بيعتمد على الدفعة البيت اللي إلك بيعتمد على الدفعات اللي أنت بتدفعها على كراريت يعني دايما بدك تحسب بهالشغلات كلها إذا تشتري بات بأربعمائة ألف عادة هذا السؤال دايما بنسأل قديش الانكم لازم يكون أنا عادة بقل له قديش البيت لازم يكون بقل لي البيت ساعتها بعمل لحسابات الدفعة قديش هي مع 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 كل شي منحط هذي الدفعة مع دفعات اللي هو عنده إياها منحط قديش هي الدفعة دفعات كلهم ومنقل بتضربها باثنين ساعتها هو بيشوف قديش هو الدخل بس إذا عم تشتري بات بمئتين ألف الإنكم اللي إلك ما حيكون نفس اللي عم تشري بأربعمائة ألف وإذا عم تشتري بات بمليون ما حيكون الإنكم اللي إلك متل اللي عم يشتري بخمسمائة ألف سو هذي دايما بتعتمد واللي عنده دفعات سيارات وعنده 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 الإنكم اللي إلك بدي يكون غير ما يكون الإنكم إذا أنت ما عندك دفعات كتير منح الشخص استاذ علي اللي عنده شركة فهمين كيف وأنت حاطت حالك W2 على الشركة هل يا توريا أنت بيعتبروك W2 مظبوط ولا أنتو بيعتبروها هيدا W9 نو هيدا سؤال كتير مهم كمان يعني بيقلي أنه أوكي عم بدفع لحالي وعم بيقبل W2 عم بيقبل تشكات هود تشكات بتعتبر لأنه أنت صاحب الشركة أنت هول بيعتبرو أنه self-employed ما بيعتبر بدي عملولا average يعني بدي يشوفوا قداش ل 12 شهر أنت مشتغل لسنة واحدة وبيقسموها على 12 يعني إذا أنت علات الإنكم إذا كنت عم تقبل تشكات 500 دولار وهلأ عملت ألف دولار مش معناه حد يستعملوا ألف دولار بالجمعة أو بالجمعتين لأ حيعملوا يحزبوهم كلهم لحد هلأ قداش ويقسموها على الأشهر اللي هي فيها دايما نصيحة مثل ما أنت معبي آخر السنة يعني عادة الناس اللي ما معبي عشانك بنقولكم اللي ما معبي دريبي فيه يستفيد من هالموضوع من هلأ لأي وقت أنت بتعبي يعني فيه ناس بتعبيش غير لآخر السنة فيه ناس بتعبي ظهري قبل ما تعبوا ضريبه وتبعتوا فيكن تجيبوا الموافقة على البيت وبكن تشتروا وإن شاء الله بتشتروا البيت على أساسها وبتبعتوا التاكس خليني قلني أقول للW2 أستاذ علي W2 قديش بدوا يفرج يعني سنين أو أشهر لحتى يشتري بيت إذا أنت عم تشتغل مش مش عم تدفع لحالك كشركة إذا أنت أنا حسين عم بيشتغل بتاب مورجج عند علي دهيني علي دهيني عم بيتفعلي pay stop أو check-cate يعني بيعتبروني أنا W2 أنا بشتغل عندها أي شخص عم يشتغل عند شخص بدك 30 يوم بس 30 يوم يعني شهر مضبوط بس بكنا ننتبه لهالموضوع حلو لازم check-cate يعني هذي الشغلي يعني عن جد بترجيك ونا بتعملوها ما تاخدوا check-cate ما تاخدوا pay stop بدون check-cate يعني ما تؤمرو يعني check-cate pay stop لما أنا عم بيدفع لك عم بعطيك pay check مع payroll مضبوط هيدا check انت لازم تحطوا deposit بحسابك مضبوط نحنا عم ينعمل انه بقولوا cash عطاني cash ودفع taxes انتبهوا من هالموضوع لأنه لو الaccountant لو قانونية ولو عم تدفعوا taxes مش معناته انه البنك ما حنقدر نسبة للبنك انه انتو عم تقبضوا W2 هادي الشغلة اللي عم يطلبها البنك كتير باخر فترة يعني هادي من الشغلات البنك بدو يشوف البنك حتى بسطة بدو يشوف البنك انه check-cate نحطوا بالبنك نحطوا بالحساب W2 check-cate بعد ما ياخدوا الضريبة لازم ينزلوا بالحساب يعني اذا كانوا 30 يوم ولا 60 دايما انتبهوا من هالموضوع كل جمعة او كل جمعتين حسب تشك كيف ما هو لازم ينزلوا deposit بالحساب كل وقت بوقته نفس الشي تبعا 1099 بموضوع اذا غير شغله هون شو بيصير هون اذا كان 1099 وعمل W2 نفس الشي كمان شهر نفس الشي 30 يوم طيب اذا قلبنا من W2 إلى 1099 بدك سنة سنة نيحة هيدا W2 ألبنا ألبنا شغل W2 لW2 بس غيرنا شغل كمان شهر هلاشي pay stop واحدة او 30 يوم او 30 يوم حسب اذا same line of work طيب سؤال انا خلصت من الجامعة فمي كيف هلأ يعني حاليا بعدني منيش يمكن معبي درايب بس عندي عرض عمل هدا فيني استخدم لجي تستخدم عرض العمل دايما اي شخص فيه يستعمل يعني فيه يعمل يعني حتى لو ما كان طالب انت خلينا نقول اجاك افر من شركي مثلا اجاك افر من واتس افر ميديا بدين يشغلوك وعطاك افر وعطاك فينا نستعمل لو ما بعدك بلشت يعني اذا بدك تبلش بعد شهر فينا نستعمل هيدا العقد تير حلو يعني هيدا العقد بس اكيد كل شي ما فيك تروح انت معبي كمان يعني هيدا شغلات بدك تكون منطقية يعني ما فيك انت مسلا عم تقبض لك هديك السنة عام الخمس تلاف واللي قبلك طول السنة عام العشر تلاف وهلأ الان كامل لك صار مية الف بغ تنتبه له هذا يعني بدنا ننتبه خاصة اذا كنت مثلا بشرك صغير يعني شرك بتفهم علي اذا كنت محطة ولا كنت شركة عن محل او اي شي لازم تشكات تنزل بالحساب يعني انا برجع بقلكم البيترال تشك يا ينعمل دايراك ديفازت يا تاخدوا تشكات وتحطوهن مش مهم اذا كينوا كتابة بس لازم يكونوا لفس الاركام يعني يشتغلوا على هالموضوع وصدقوني اي واحد عنده اي سؤال بس دايما لما بتروحوا عند المحاسب يقولوا له بدي تشك وبتاخدوا تشك وبتحطوه بقلب الحساب كتير مني بالنقطة كتير مهمة نوها وشكرا على سؤالك ممكن مجاوب عنه وقال عنه قبل شوية استزعالي انه بياخد مساعدات من الحكومة او بلنفت من الحكومة هايدي المساعدات بيكون في الى واني بيشتغلوا بالسوشال سيرفز يعني هي دايما هو السوشال سيرفز اللهم علاقة بهالموضوع يعني انا الصراحة عادة اذا بتطلوا على جوجل بتحطوا بالمنطقة قديش لازم يكون الانكم لحمس اشخاص وست اشخاص عادة بيعطوكوا قديش بس ما انتوا اذا حطيتوا هالانكم هل بيكفي تقدروا تشتري بيت ولا لا تمام زال كيف بيعتبروه زال بس رعب اسماع انو انا وقتي تقريبا وصل لنهيب اصدك انو عفوا ما يكون مهم هيدا السؤال اذا انت مفتكر انو البييرول يكون بيزال الزال ما بيعتبر بيرول اوكي الزال يعني ما في شرك قليل من بدي يبعط لك زال اذا كان اذا شرك صغير او لا منا بعدها مش عم بقول ضد الموضوع بس انو منا عم تتبع هي تشك ديرك ديبازت او اي شي اذا هيدا السؤال عجلك يا علي بس لانو بدي خلص الحلقة حتتضل الحلقة مكتون طويلة بحبش الحلقة كون طويلة لولا عم تسألك دفعات للسودنت لون بتنحسب كمان بتنشال منهم نص بالمية نص شو نص بالمية نص بالمية من اللون اه اعرفت اذا كان اللون حقه مئة الف يعني بتصير نص بالمية من المئة الف يعني خمسمية دولار بالشهر حلم عم تسألك انه انا مفهمت انه يعني اذا انا بشتغل والباس طبعي بنزل كل شي بالحساب من غير تشك ضروري يعطيني تشك لازم يكون في تشك او ديراك دبازت هي ديراك ديبازت لا ديراك دبازت غير يعني اذا هو عم ينبعت ديراك ديبازت ما ضروري تكون تشكات انا عم بحكي اذا ميش ديراك ديبازت لازم يكون بس بس إن لست نجاك حسنا نجاك أحسن مكتبين يعني. أنا مع المكتبين اللي عم يسأل عن عنوان مكتبه العادي بـ Ohaiye بس خلص الحلقة أعالية بيطلعوا بيعطيكن العنوان بـ Ohaiye إن شاء الله. ما عم تسأل طب 1099.. لازم paygeois لا 1099.. لا 1099 انت سالف امبلي لازم تنطري السنة لتعبية ببيعات بنشتغل على هالموضوع السائي نجيبة عم تسألك السائي جدا قد تشتري بيت بيعتبر الانكم بس الاسقس اي عم بيكون واطي كتير يعني الدخل ما عم بيكفي تقدر تشتريه بيت بس اذا كان الدخل خمسين بالمية من الدفعة بتقدر تشتري بيت عماد عميس قالك ليش البنك طلب منه سنتين درايب وهو طابل يو تو سالري هذا تعال عند علي دهاني يا عماد عماد لك لقالك في بعض البنوكي عنده نشروط اكتر اكيد ليش نحنا مثلا عنا فوق المية وخمسين برنامج بعض البنوكي بيفتشوا على زبون مثلا بيطلبوا شغلات زيادة واقهية شو بطلوب عشان هيك دايما نحنا بنسهل الامور لانه نحنا بالنسبة ل يعني اذا ما بيمشي الحال بالبنك بيمشي الحال عنا داني عم بيقول انه عنده بيت بيقدر يسوي كاش اوت من اسوي ريفينانس وبعدين اشتري بيت اه فيك تعمل كاش او انت بس تسحب المصاري فيك تعمل اللي بدك اياه فيهم وفيك اشتري بيت محمد عم يسأل هو هو بزنس اونر I pay myself w2 but I sell my personal account بس عم تعمل زال ما ماعتبر هيدا income لانه انت صاحب الشركي ما حيستعملوا w2 هيده سؤال كتير مهم دايما direct deposit او تشكيك بس حتى لو كنت self-employed وعم تدفع لحالك وعم ينزل direct deposit بتعتبر انت self-employed لانه انت صاحب الشركي وفيك تعمل اللي بدك اياه بالانكم بيعملوا الافرج اخر 12 شهر تمام رقم الاستاذ علي موجود باسفل الشاشة في ايداوي تحته لعلي هوني رقمه موجود هوني 248-841-400 ادي عم تسأل عنوان عنوان مكتبه لعلي بميشيغان بس تخلص الحلقة مكتب لك هي تكرم عينك اي شخص عنده اي سؤال بلا معاطعة من حديثك وحطيته بالكاملت لو خلصت انا هرد عليكم شخصيا من طب مورجج اذا حابب لحتى يعملنا تاج الاستاذ حسين عملتلك تاج والله عملتلي تاج والله انك بلا دمير صغيرة لا والله والله اي تاج دي ايه اي تاج دي هلأ في حدا سأل حملنا لك تاج ايه الحمد لله لازم يكونوا المصاري موجودين بالحساب اللي بدو ياخد قرد ابو السيف عم يسألك اذا اذا بالنسبة للسؤال ابو السيف هل عم تحكي بالنسبة للانكم ولا عم تحكي بالنسبة للدفعة الاولى مش ضروري بالنسبة للدفعة الاولى فيه طريقة تقدر تشتري بيت بدون دفعة اولى تير حلو يعني بتعملهم هدية حدا بيعطي كي يونه هدية فينو نحط الرجل والمارة وولادو نكونوا كلهم على نفس اللون لحتى انو قد ما بدك فيه يكون على القرد يعني فيه لحد الست اشخاص لحد الست اشخاص فين يكونوا على نفس البيت قرفت علي يعني اي واحد اذا انتو بكن تشتروا فيكون البي والام والولاد كلهم على نفس البيت انا دايما ما بنصح الكل يكونوا موجودين انا اذا مش بحاجة يعني لازم يكون بس بالاشخاص اللي يقدر يشتروا البيت يمكن يكون شخصين او ثلاثة استعملوا ثلاثة اسماء وخلوا اسماء فادية بركة بالمستقبل بكن تستعملون لبيوت تاني استاذ انا خلص وقتي طلع فوق الوقت كل ما لألك استاذ علي على الكاميرا اكيد بتشكركم يمكن ساعة ما بيكفي الأسئلة اللي باكنوا إياها حطوها تابعونا أكيد من خلال الأستاذ حسين أو على واتساب ميديا وعطاب مورقج نحن على صفحتنا عم نطلع أكيد ورقم التليفون موجود تصلوا فينا بنقدر نساعدكم إن شاء الله وإن شاء الله نكون يعني المعلومات اللي عم نعطيكم إياها ومنقول لكم كل عام وإنتوا بخير وإن شاء الله سنة خير عليكم السنة الجاي إن شاء الله ومنشوفكم أستاذ علي شكراً لوجودك معنا باعتززل من كل واحد ما قدرت أسأل سؤاله بس الحلوبة علي إنه بس إخلاص الحلقة بيطلعوا بيجيوب على أسئلتكم فما تحكي لوهم كملوا كتابة أسئلتكم وإن شاء الله علي بمربع التعليقات رح يحاول يجيوب على أسئلتكم استشارة مجانية رقم التليفون للتواصل ما استاذ علي هو 248-841-400 أكيد أشكر كل واحد عم بيستفيد من هيدا المعلومات نساعدوني ثاني أخواننا بس ها نحن تمام أدي مش الحال يا أدي شفت الكامل تبعك هذه كانت حالتنا لليوم إن شاء الله يارب تكونوا استفدتم من المعلومات اللي عطينا إياها دائما نحاول أن نعملكم برامج ونخليكن على تواصل مباشر مع الخبراء بعدة مجالات لحتى يجاوبوكم على أسئلتكم فلما انهم امتبعنا يتأكد أنهم امتبعنا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك، إنستيجرام، تويتر، تيك توك، سناب شات، تيليجرام، وتس أب وأيضا على يوتيوب موجودين على كل وسائل التواصل الاجتماعي ما راحون تطلعوا راح تلاقيونا إن شاء الله بإزم الله فلما انهم تبعنا يتبعنا لايك وفولو أو سبسكرايب على يوتيوب لأنه إذا ما نكون متابعيننا بالصدف راح تشوفونا ولكن إذا متابعيننا وعملين تفعيل الجرس التنبيه تنبيه 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 ساعتها كلما نطلع لايف أو كلما ننزل الفيديو راح تقدروا تشوفوه بكرة حيكون في كتير فيديو مهم وتقرير عن هيوستن تكساس دايما نتسألوننا عن تكساس وإذا حلوين ننقل على تكساس أو نعيش بتكساس أو شيء بكرة راح يطلع تقرير كتير حلو عن هيوستن تكساس وبقلب التقرير راح تشوفو أستاذ علي دهيني عم بيأكل منصف أردني بإذا والله كتير مهم يعني هالي بتشكرون أكيد أهلنا في هيوستن عن جد وبتكساس وبكل الولايات تمام تمام شكرا أستاذ علي مرتانية شكرا لجميع المتابعين كل اللي كان عم بيحضرنا لايف كل اللي راح يحضر الحلقة بعدين دايما قناتشوا الأخبار بدعمكن راح تستمر كل واحد عم بيتفاعل معنا كل واحد عم بيحط لايك عم بيحط تعليق عم بيحط تاج عم بيعمل شير أحبك كثيرا ما بتصدقوا قديش هيدا التفاعل اللي انتو عم تعملوه بيشجعنا انه نحنا نستمر وانه نحنا نقدم لكم فما تبخلوا علينا لا بيلايك لا بيكومنت لا بيتاج ولا بيشير لانه هيدا اللي بيخلينا عم نكمل نحنا وياكم فبدي أتشكركم مرتاني هيدا كانت حلقتنا او اخر حلقة اللي علينا عام 2023 بنشوفكم بعام 2024 إلى اللقاء اشتركوا في القناة